هو الظهور الدائلة يا خليته هو إبراهيم ويجي معا حتة وقطتوها زي دي ما تشغليش بلك انت اللي فيه انت هيعمل ايه؟ يا ولون ده مكان جيين يستخبه فيه لازم يجي عيني يا سلام على اساس ان هم مش مستخبين في حتة دلوقتي؟ هو انت بتزهني ليه بطرط كتير ليه؟ هو قال انا عنده مشاكل في حتة اللي مستخبين فيها ووصلنا للحل ده بسكوتي بقى شوية هو إبراهيم جاء شش فيه أبراهيم أنا غلطت غلطة كبيرة قوي ما ينفعش مسلحهاش بسرعة هونيه بني? هتسيبوا يومشوا ولا ايه؟ نداش هيروح فيني يعني؟ أنا هجيبه تاني طيب يا بيه أنا هروح يا هوحل بيته نورة مع سميح والعال في المكان اللي أنا مخبيههم فيه وهجيلك يا بيه ما تجيش روح أنت يلا لا يا بيه مش هسيبك هوديهم وهجيلك يا سليم بيه هوديهم وهجيلك أمن نفسك يا بيه لا يضرب عليك نار تاني هوديها وهجيلك يا بيه وما كملتش في اتفاقك ليه مع زنات يا بيه الخيانة بالسهلة قوي علي كده يا سليم بيه وبعدين أنت بالنسبة لي قبل العالم اللي فعله تعالي زي أخويا بالصد وأنا مسعلا منك زي ما أنت بتقول إحنا بقيد أخوات ونورة بقت زي أختي خلينا نفكر بقى ونشوف هنعمل إيه كده نطلعنا عند زناتي من غير مد تأسي وبالمرة نكسب اللي عمله زناتي فينا حتعمل إيه بقى دلوقتي يا زناتي ما عرفش يا صفاء ما عرفش يعني إيه ما تعرفش ما قلتلك من الأول سيبك من اللي في دماغك ده خلص يا زناتي برضو ما سمعتش كلامي ما قلتلك إيه أنا مش ناقص تعطيه مع المسك كنت عايزين أسيبه يعني ما أنت كده كده سيبته يا زناتي لا يا صفاء أنا كان عندي حق سليم مش يرجع غلما رأبت واحد فينا اضطير يرقب دي يرقب دي يرقب دي أنت عايز سخانه عليك أكتر ما هو سخنان يا زناتي المرة دي ما زبطتش هتصبت المرة الجاية ولسه في مرة جاية لازم يا صفاء لازم يا صفاء لازم المرة الجاية مش أبقى لوحدي يعني إيه؟ أها متر أنا لازم أشوفكم لا دلوقتي سلام لا أنا ماليش في الحكاية دي نهائي يعني إيه يا حج الكلام ده؟ يعني اللي اسمعته ألم جرية يا متر ما تفهم الحج إن إحنا مربوطين سوى للآخر ما تستاهدوا بالله يا جماعة خلوه أنا أعرف نفكر نفكر فيه إيه؟ إيه حد فيها التفكير أنا خلاص شبعت مصائب منور البناء أدب ده؟ المصائب دي أولها عندك إنت وابنك عم الحج إيه يا خوني؟ كنت أنا وابني اللي قلنا لك روحي تنسيني من أنصاري؟ وأنا عملت كده ليه؟ وأنا عايز أقطع عرق وساح دم عشان نيخلص وأنا أنا غلطان يا متر أيوة خلطان خلطان لأنك بتفكر من دماغك من غير ما ترجع لأي حد انتبه عن نفسك اللي بتفهم لوحدك ولا إيه يا لأ مهم فلاص اللي حصل حصل والكلام في الفائط نقصان عقل خليها نفكر في اللي جاي جاي إيه وليس في جاي أيوة في جاي واللي جاي يخصي لكل ليلة سليم الأنصاري للوقت طاروا بقى طارين واحنا مش عارفين بيفكر إزاي الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شوفتك فيه والحل اللي هناشئك هنعمل إيه؟ الحل اللي اللي فاندي ده لازم ياخد أجازة ده تروح بكرة تقدم على أجازة وأنا هشوف لك مكان تتوا فيه لغاية ما تعدي الليلة دي على خير بس على الله بقى حكاية البيت اللي تخطفت دي ما تزهرش وتتقلب على دماغها ما تقلقش يا مترا أنا عامل حسابي ومحدش شافني غير البيت نفسها وحتى من كلمات التليفون كنت بعملها من تليفونها يعني كلامها قدام كلامي يا سلام؟ طب والتاجر اللي انت اتفقت معاها بورم حوصني الطبع ما يقدرش يفتح بقه لأنه عارف قبل ما يفكر يعوّرني هعوّره وبعدين الحاجة ما تقلقش أنا زناتي مالحظيم ثلاثة ما ودينا في داهية غير البرمجة بتاعتك دي مفيش داهية ولا حاجة بهم يا جماعة لازم نحرص الفترة الجاية كويس قوي وبعدين يا ريت ما حدش يجيب خبر لحماد بيه مشان ما احناش عارفين ردة فعله ويه آه يا تامين بيه بس عادتك عارف ناجي العوضي ده بتاع كلام كتير عامل فيها يا أحمد عراب تمام سعادتك مانا عملت بكل النصيحك وبعدت عن موضوع سيب الأنصاري ده خالص لا بس أنا مش عاجزك تقلع من موضوع ناجي ده أول بس ده موروش غير الكلام الكتير بس ما تقلعش أول مش مسك علينا أي حاجة تمام سعادتك في أمان الله مع السلامة يا لطفي اه في جديد؟ لا أصلي فيه واحد في المجلس عندنا عماني نخور وراك أم طميني لو فيه أي حاجة جدا في موضوع السليم الأنصاري ده ماشي؟ يلا سلام سلام جدا أحوض أعفرم عليك يعني هم دلوقتي تقابلوا وبعدين كل واحد نزل لو واحده طب تمام خلع عينك بقى على زناتي وبقى يغيب منك بس من بعيد ما دخلش ياخد باله أه ماشي يا لطفيك على الله الله فيها أكلمنا يلا سلام الله أحفرم عليهم لكنهم كانوا معانا بسمعوا اللي إنت قلته لهم وبينفزوا بالزبط الحمد لله كل حاجة ماشي كويس وإنت نوع على أي دلوقتي بقى أسليم بيه بكرة بكرة نادرة ضربتنا يا شيخ عزام الأمور كده طولت والخواجة هيزها بقولك يا إسحاق أنت مش سمعت الشيخ عطية بودانك وهو بيقول الموضوع هيخلص بكرة بس يا مولانا مفيش بس ما تجهدش دماذك في التفكير الموضوع هيخلص بكرة وبعد بكرة بإذن الله هنبدأ الحفر لا حاول على قوة إلا بالله بكرة يا شالي والله العظيم هخلصلك الحوار ده يا ابني عيب عليك أنا الموضوع ده يهمني أكتر منك طب انت فين طيب طب ما تجيلي على البيت لا طبعا يعني هتطمن عليك إزاي يا شالي يعني انت بتجذب على فكرة بعدين تعال هنا انت إلا خلاك تاخد المطور بتاعتي من هنا وتفكرني مش أعرف طب يا شالي شو ها كده وأكلم طبعا خبت أمك قلت إيه اللي جابك أعمل لك إيه يعني وحشتني عاوز أينجي إيه اللي جابك والله موقت لك وحشتني انت سمعك راحت من ضربه ولا إيه لو حتومك انت لدماك راحت من الضرب وعمل حسابك إن أنا مش أجاب لك مخدرات تاني ليه؟ خايف على إيه؟ لا خايف على نفسي قسم من بالله أنا من أدمان على حاجة في حياتي قدم عرفتك ممكن أفهم اللي انت عملتي مع شالي ده؟ أعمل له إيه يعني؟ ما هو اللي دخل علي وأنا مستبح وأنا بصراحة ما كنتش فائر الهارجة خالص ما فيه واحدة ستة تقول له جوزة كده يا فاجرة؟ عايزة أخلص أنا بصراحة ذقت ما بقيتش قادرة أشوف فلاس ما حد غيرك مرأي يا إنجي تفاكريني الكاميروني ولا إيه؟ تبتتضرابي إيه بالك كام يوم هابب عليك كده مخليكي خربة الدنيا؟ وأنا لازم أكون ضربة عشان أحبك أنا مش هامل تقفش كده ليه؟ ما كنت فاكريك أتبسط وأنا إيه اللي يبسوتني في البومبة اللي فرعتها في الشينة دي؟ هتطلق مفيش حد يبقى ليه حاجة عندنا لا شادي ولا غيره نعم يا أختي وبدل بقى جوة الحرمية اللي إحنا هشين فيه بقى الناس أنا وشوية ده لأ أنا ما تخصنيش أنا الكلام ده وما لإيه لي يخصتك بقى إن شاء الله؟ اللي يخصني صاحب اللي انت كسرتي قلبه في الوقت يحاول اللي أم أخو شت منه من ساعة ما يربع عملتك السودة عملت أنا اللي سودة؟ وانت عملتك إيه بقى بينك؟ مقول لك يا إنجي انت من أول يوم دخلتي في البيت ده أنا مرسيكي شادي أهم واحد عندي في الدنيا المستحيل أخسره تحت أي ظرف من الظروف انت عبيت يا ابني شادي إيه اللي انت بتحبه وانت مساحه بمراته بقى لك سنة وشوية والله يبقى يا بني آدم وكلنا بنغضط وبعدين إنت اللي أغرتين وأنا ضعيف من المنطقة ده هي أنا مضربتكيش على إيدك وأنا أنا ضربتك على إيدك وشادي بتاعك ده عارف إنه مش تيقافض المكمل يبقى استهال بقى اللي يحصله تعرف يا إنجي إيه الفرق اللي بيني وبينك؟ لا مش عارف أنا متأكد إنك مش هتفهمي بس هقولك الفرق اللي بيني وبينك اللي شادي بالنسبة لي بجد شخصا مهم في حياتي وبأحبك لكن إنت عمرك محبت إيه ده على أساس إيه بقى؟ إنك حبيت مراتك كده فوق البيع يعني ولا إيه؟ أنا قلت لك مش هتفهمه وبعدين إن حبه وبعت إيه؟ أنا عمري ما قلت لك إني بأحبك أنا لا بحبك ولا ينفع أحبك ولا أحب غيرك أنا طائق نفسي بالعافية شاية الحب اللي قد كده في حياتي متقسميه ما بين أمي وما بين شادي تصدق إيه ما تصدقيش ولا أكلك قطر عشنا قرفته وكوايس قوي أنت جيت تلقيت عشان أقولك الكلمتين في وشك اللي بإنها خلص يا إنجي هتحاول تبتصلي بارت هوابي ناحية البيت خلصت مريد بها تسافري ولا هتحجري ولا هتغوري في داعي كده؟ ماشي يا تامر بس خليك فاكرا إنجي ما تعملش معاي كده وإنها عادي جدا ممكن أطربقها كلها فوق دماغك أيوة يا باشا الله هو كان كلام عيال ولا إيه يا باشا؟ لا يا باشا مش حسن ضبع اللي تكرت على فاه ويزكت حصل إيه؟ حصل إن البنت لسه ما رجعتش مرات أخوها خفيت هي كمان ومشت الله إنتوا بتشتغلوني ولا إيه يا باشا؟ لا ده أنا أجيب عليها وطيها وطربقها فوق دماغي الكل اسمع يا جر إنت إياك تعالي صوتك وانت بتتكلم معايا ده أنا لبسك مئة قضية وانا قاعد في بيتنا وأخليك تقضي اللي بقى من عمرك في السجنة روح أمك وأنا مال إبراهيم هابه هو وعيلته ما تروح لو ليك حق عنده خوده وأقول لك إيه؟ علاء الحرامي لو جبتي سرتي مع مخلوق لأخليك تسعى لو جيب ناس تسعى معاك وأقعد تتصل بيه أجعر إنت تاني يا أخويا بس هدى كده شوية لا يجرى لك حاجة قلهم علي يا أولاد الكلب ده أنا زناتي لمعيش ولا كان ياخويا لمعيش ولا كان ياخويا الي هوو من ناحيتك قاعد يا زناتي قاعد يا أخويا قاعد يا زناتي يا حبيبي قاعد progressively張 كله من سليم ابن الكلب من يوم ما شفت وما شفت الشوم عدل وحياتي مش تتزبط غلى ما أخلص منه يا أخوي يا ما انت حاولت تخلص منه وما يقدر على القدرة لربنا لا أسف اوه انا مش هرتاح ولا هادالي بالغلى ما خلص عليه بيدي يا أخوي يا ما انت حاولت قبل كده تخلص عليه وما انفعش احنا بس نستخبأ لنا يومين في حتة كده وبعدها ليه يقدرتي بداني ربنا لا تؤاخذنا من نسينا أو أخطط ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافع عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافريين انا مش هقدر عامل كده يا سني مستحيل يا هودا بطلق عنده وعمل اللي بقولك عليه يلا خلاصي ما فيش حل تاني عشان خاطر يا سليم فكر أكيد في حل تاني حتى لو في حل ما فيش وقت يلا خلاص يا هودا طب انت بقى مقلت ليش الكلام ده من بدري ليه عشان كنت هتقولي لأبوكي وأبوكي ما كانش هردى يعمل كده يلا يا هودا يلا ما انتهلميش بقى طب انتوا هتعملوا ايه؟ مش عارف بس بعد اللي عطيها هيعملوا مشين فانوت هنا خلاص يلا بطلق يلا بتانيش قلبي بقى يلا خلاص لو سمحت عايزة بلغ عما كان مجرم هربون اسم مسليم الأنصار ايوا عاوني هيا برافو عليك تطلع على هناك ومعاك قوة كبيرة ما تروحش الوحدة المنطقة اللي هناك دي مليانة أسلحة اسمع الكلام أول سليم العنصاري ما يبقى تحت ايدك كلمني على طول يلا بالسلامة مع السلامة تعالى صراحة وشك حلو عليك جتلهم إخبارية بمكان سليم الأنصاري طيب مبروك مش هقول لك ألف مبروك إلا لما سليم الأنصاري يبقى في مكتبي ها؟ قول لي بقى كنت عوزين كنت عوزي استدزانك في حاجة كلم يا إخواني إني أشهد الله وأشهدكم على هذا المأرق الذي تحول إلى مرض خميس ينهز في جسد بلدتنا الطاهر وكما قال المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاشلح لها وأنا قدامكم أهو بطيلوا فرصة أخيرة لأنه يخرج بره البلد ويرحل بفسك وفكوره يا إما قصما بمن رفع السماع بغير عمل أخلي البلدوزر ده يشاو الأرض بالبيع يتعل فيه سمعني يا صالح إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فعليها تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر أوه يا سليمة أنا هخرج لأعطيها أتكلم معي منفعش نجعي بعيد بعدين ما تليش فيك وغيف تريد أستور يا رب أنت رايح فيني يا شيخ صالح منفعش اللي هتعمله ده أنت كمان عم صالح أنت خايف أنا خايف عليكم قضي الأمر الذي فيه تستفتيا تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر اللي بتاع اللي أنت لمسكها في إيدك دي يا صالح أنت مش شايفي إيه قدامك ولا إيه؟ يعني أنت مش أعمل بصيرة بس ده أنت أعمل بصر كمان ارمي يا صالح اللي أنت لمسكها في إيدك دي هو اللي علمك ما حفظكش قوله تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لا علمها لي يا صالح بس الكلام ده يخص المؤمنين ما يخصش أمثالك وإنت بقى اللي معاك الختم اللي بيقول ده مؤمن وده مش مؤمن يا قطية ده مؤمن يا صالح دعال خذ شجوع يا صالح همنوش لازبالكلام اسمع يا صالح كلام الجدع اللي معاك إخنا مش فاضيين للكلام الفارغ بتاعك ده أنا عندي كلمتين هقولهم وأجري على الله يا إخوانا أنا عيشت عمري كله وسطكم ربيت معظمكم زي ولادي بالظبط وليكم علي حق النصيحة يعلم ربنا أن بريء من كل التهم اللي رماني بيها عطيه وصدقته وأنا لو سبت بيتي عشان أحمي نفسي حبقى بخوم كل حاجة جميلة علمته لكم وعشان كده أنا مش حمشي ولو فيها رقبتي بقى أنت يا صالح اللي بتكلمنا احنا عن التربية والأخلاق ياخي روح ربي بنتك اللي انت سيبها عايشة في حضن اتنين أغراب كان لازم أصلح غلطتي في تربيتك يا كلب ازبت أبويا 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 ما عارطيش يا هودا أنا رايح للحبايب يا بنتي أنا كنت بتمناها أبويا 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 الله! هنعمل لي مولانا؟ حكوم مالي البلد؟ بلغ لقوا أنه قتالهم بالأحواده وأن الله وعدهم إحدى الحسنين الفوز أو الشهادة وانت، شوف العربية بسرعة وبلغ هبو يسيب البيت حالاً هنسيبوا من الوحدهم؟ هنسيبوا من الوحدهم؟ إحنا نجم نكمل المسيرة في مكان آخر يالله، اتحرك بسرعة! هنسيبوا من الوحدهم؟ هنسيبوا من الانصاري خليك بقى فاكر الاسم ده كويس عشان هيبضل طول عمرك أبوش في حياتك قالبت فضيل في النهاردة كنت ندمتك على كل حاجة عملتها مع الشيخ الطيب ده بس معلش هابلك في السجن قريب استهدي بالله يا حبيبتي ربنا يصبرك مات، ما دو سابني الوعدي إلا سابني الوعدي ايه دي حبيبتي؟ اهدي انتيبش لوحدك احنا كلنا معيك يالله أبراهيم يا سليم بيكت فين؟ اتأخرت ليه؟ كان لازم أجيب حق عميصالح باللي منمشي يالله أنا مش همشي وأسيبه ما ينفعش حشان خاطر يا سليم ما ينفعش يالله يالله حيد الله يا أنيسة حودة يالله حيد الله يالله 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 وخا Lyn تالله تروح تروح اي قصر. حتظهر يعني هتروح فيه وسعي.